يسأل يقول ما حكم قول لا إله إلا الله بعد إقامة الصلاة علي بارك الله فيك بالنسبة للأذان وبالنسبة للإقامة عبادتان وكل ما بينهما وما بعدهما وما قبلهما يجب أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه ولذلك ليس عندنا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ولا في الآثار الصحابية أن المأموم أو المستمع أو المصلي يقول بعد الانتهاء من إقامة الإقامة من ذكر الإقامة يقول لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد عبادة فتوظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل ما عندنا دليل حتى قول أقامها الله وأدامها هذا ورد حديث في سنن أبي داود لكن بإسناد ضعيف لا يصح ولا ينجبر هذا الحديث ليرتقي إلى درجة الحسن لا ولذلك لا يقول الإنسان بين بعد الإقامة أو عند قول قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامه ما ثبت في هذا الحديث ما ثبت عن النبي عليه الصلاة ولا يقول لا إله إلا الله ولا يقول مثلا أي جملة لكن بين الأذان والإقامة نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فأنت من بعد أن يؤدن المؤدن ما بين الأذان والإقامة هذا كله زمن لمضنة إجابة الدعاء كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الأذان والإقامة يكثر من قول اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة هذا السنة الآن أسألك يا علي هل الناس يأتون بهذا ما يأتون لكن يذهبون إلى المخالفات يذهبون إلى المحدثات يلتزمون أقامها الله وأدامها وهذه ما ثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يلتزمون قول لا إله إلا الله معنى كلمة عظيمة كلمة من أجلها قامت السماوات والأرض من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة من أجلها خلق الله الجنة والنار هي مفتاح الإسلام هي مفتاح الجنة لكن أوظفها توظيف شرعي في هذا المقام يحتاج إلى دليل أني ألتزم هذه الكلمة مثلا لكن الناس أبدا جيبوا لي الآن من يقول بين الأذان والإقامة اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ما فيه أغلب الناس يجهلون هذا لكن المحدثات والمخالفات يذهبون إليها سبحان الله العظيم عموما بارك الله فيك أي عبادة توظف في زمان وفي مكان توظيف وتكييف لا بد من دليل لا بد من دليل لأن الأصل في العبادات البطلان والمنع والتوقف حتى يأتي الدليل ولو قلنا بأن الناس يقولون ما شاءوا اخترب دين الإسلام أصبح الناس يدخلون في دين الإسلام ما ليس منه هذا يأتي بجملة وهذا يأتي بدعاء وهذا يأتي بعبارة وهذا يأتي بكذا وصارت الدين لعب صارت دين محل البدع والمحدثات تابد يا إخواني أن نحرص على دين الإسلام وأن نسد باب البدع وباب المحدثات حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كثيرا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما لس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي آخر وصي له عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يمكن واحد يقول طيب كلمة لا إله الله طيبة ليش تقولون كذا نعم كما ذكرت أنا أفضل الكلام وأعظم الكلام وهي مفتاح الإسلام وهي مفتاح الجنة وهي دعوة الأنبياء والمرسلين أنا ما أتكلم على الجملة أتكلم على أني آتي بها في هذا المكان هل ثبت يعني كأني الآن أنا أقول مثلا الذي يأتي بهذه الجملة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى الأمانة كاملة لأنه ما قال لنا هذه الكلمة هو هذا الأخ جاب هذه الكلمة في هذا المكان هذا لسان الحال أو يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي أو الرسول صلى الله عليه وسلم غفل حاشا حاشا عليه الصلاة والسلام أنا أريد أن أوصل لرسالة لكل إنسان يقول هذه أخي خير هذه كلمة طيبة ليش تمرعوننا أقول ما هو أنا الذي منعتك منعك النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فاللي ما جاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما نأتي به وإنما نلتزم العبادة والطاعة ونحن ولله الحمد في زمن انتشرت السنة وانتشر العلم والناس الحمد لله يتفقهون يعدلون يصححون يتركون بعض الأشياء فنبه يا علي من عندك أن يلتزموا الهدي النبوي طيب بعد الله انتهى رجل من الصلاة وفي بيته يجوز يقول لا إلى النعام يكثر أفضل الكلام وخير الدعاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله من دون عدد يعني من دون حصر يعني يتعبد الله بهذه الكلمة لكن يوظفها في هذا المكان نقول لا وهذه قاعدة مضطردة مستمرة عامة سارية على كل عبادة من العبادات ما آتي بقول لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك كلمات ذوك اللهم اشتركه في الحياة من دون حتى يكون الناس الآن